المصائب لا تأتي فرادا بالنسبة للعراق فالبلد الذي يعاني من أزمات كثيرة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أضيفت إلى لائحة معاناته الطويلة مشكلة المناخ فمع تزايد الاحترار العالمي وتحولات المناخ ينتظر العراق مستقبل مخيف بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة كشفت من خلاله أن درجات الحرارة في العراق سترتفع تسع درجات إضافية في غضون العقود الثلاثة القادمة بجانب ارتفاع معدل الوفيات بنسبة 137% من جراء ارتفاع درجات الحرارة ويشير التقرير الأممي إلى أن العراق عانى بشكل متكرر من الجفاف الشديد خلال العقود الماضية حيث تسببت موجات الحر الشديدة في مدن جنوبي البلاد بانخفاض كمية المياه ونقاوتها ما أدى إلى تزايد عدام الأمن الغذائي والمائي وتزايد موجات النزوح ما ينذر بتقويض الاستقرار في العراق بشكل عام وسينخفض معدل هطول الأمطار بمرور الوقت وستكون مدن غرب وجنوبي البلاد أكثر المتأثرين بنقص الأمطار نقص الأمطار يعني بالضرورة تناقص المياه السطحية والجوفية على السواء ما سينعكس سلبا على مجمل المحاصيل الزراعية لا سيما محاصيل الرز والذرة والقمح على طول الحدود الشرقية للعراق ولأن المحاصيل الزراعية ستتأثر هي الأخرى بقلة المياه من جراء ارتفاع درجات الحرارة فإن العام 2030 في العراق سيشهد تعرض 35% من ناتجه المحلي الإجمالي إلى تأثير موجات الحر و57% بحلول عام 2080 بحسب ترجيحات الأمم المتحدة وفي ظل تحديات تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وتداعياتها تقف الجهات الحكومية موقف المتفرج تجاه تلك الأزمات مكتفية بإطلاق التحذيرات من كارثة بيئية باتت تداعياتها تجلد العراقيين وتفاقم معاناتهم ترجمة نانسي قنقر